أهلا بكم طلع مكتب شؤون الحجج لدولة الإمارات خلال جولة تفاقدية على المخيمات المخصصة لحجاج الدولة في المشار المقدسة بمبنى بمنع عفوا والمرافق الخدمية ووقف على آخر التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج الإمارات وأكد سعدت محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على مستوى تجهيز المتقدم في المخيمات والمرافق بشكل يستوعب كفة حجاج الدولة وفق معايير تضمن صحة وسلامة الحجاج وعمل المكتب خلال هذا الموسم على تغيير موقع مخيمات حجاج الدولة في ميناء لتكون قريبة من مختلف المشاعر لتسهيل المبيت والحركة للحجاج بالإضافة إلى تعزيزها بكافة التجهيزات اللازمة